بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم بقناة تفسير اهلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية الاكواب او رؤية الكؤوس في المنام. هنتكلم عنه بشكل عام. هنعرف معناه للعزباء, للمتزوجة, للمرأة الحامل. كمان للرؤول. اه اولا بشكل عام لما يشوف الشخص انه بيشتري اه اكواب او بشتري كاسات جديدة. اولا من الرموز اللي بتبشره بقدوم مناسبات سعيدة وقدوم افراح قدوم سعادة للرأي. اه كمان لو كان الشخص غير متزوج فمن الرأي اللي بتبشره بالزواج. رؤية الاكواب او الكاسات المصنوعة عمان الزجاج من الرموز اللي بتدل على الفتيات او بتدل على البنات او على امرأة. اما رؤية الكاسات المصنوعة من المعدن او من البلاستيك فمن الرموز اللي بتدل على او بتشير لي ولد او لي زكر او لي رجل بشكل عام. اه كمان شراء الاكواب الجديدة او الكاسات الجديدة من الرموز اللي بتدل على الحمل. وعلى الزرية. شراء كاسات جديدة او اكواب جديدة بشارة ببداية عمل اه جديد. اه وبداية جديدة في حياة الرأي بشكل عام. اه بشارة انك تكون اللي كوبايات دي جديدة ونضيفة وتكون سليمة. ما تكونش اه متكسرة او ما تكونش اه فيها شروخ. اه كمان لما يشوف الشخص الكاسات وهي مرسوسة اه قدامه سواء مرسوسة في المطبخ او مرسوسة في مكان خاص بيء الاكواب. فبرضو من الرموز اللي بتدل على صلاح حالو في الدنيا. كمان من الرموز اللي بتدل على قدوم فرحة. رؤية اهداء الاكواب او اهداء الكاسات. لما يشوف الشخص ان في حد بيهدي باكواب او باكاسات. من الرموز اللي بتدل على النسب وعلى الشراكة. كمان اهداء الكاسات من الرموز اللي بتدل على زي ما قلنا شراكة للرأي في عمل او في مشروع جديد. لما يشوف الشخص ان فيه حد بيهديه بكوب او بكاس ولكن الكاس ده كاس مصنوع من البلاستيك. رؤية ان فيه شخص بيهديه بكوب من البلاستيك احيانا بيدل على وعد هيحصل عليه ان رأي من شخص ولكن الاسف الشخص ده مش هيلتزم بالوعد. رؤية اهداء كوب من من الزجاج برضو من الرموز اللي بتدل على تغييرات هتحصل في حياة رأي في الفترة المقبلة. اهداء الكساد من الرموز برضو اللي بتدل على مناسبات مفرحة وممكن تكون المناسبات دي متعلقة بامرأة زي مثلا زرية او ولادة او خطوبة لفتاة. كمان غسيل الاكواب المتسخة. ما يشوف الشخص انه بيخسل الكوب بداعه فمن الرموز اللي بتبشره بزوال للمتاعب وخلاص من مشاكل كان بيمر بيها في حياته بشكل عام. كمان الاكواب الزجاجية المتسخة من الرموز اللي بتدل على توطر وعلى خلافات هتحصل في حياة الرأي وخصوصا هتحصل مع امرأة او مع واحدة آآ سد. ممكن تكون آآ زوجته ممكن تكون والدته ممكن تكون اخته. آآ كمان الاكواب اللي مصنوعة من البلاستيك آآ المتسخة. فبرضو من الرموز اللي بتطلع على علاقة آآ فيها مشاكل او فيها توطر. ولكن مع آآ حد من العمل او مع آآ شريك او مع حد آآ من آآ معارف الرأي. آآ شرب آآ لما يشوف الشخص انه بيشرب من كاس او من كوباية ولكن الكوباية دي آآ متسخة. فمن الرموز اللي بتطلع على سوق اخلاق الزوجة او سوق اخلاق آآ يعني البنت لو كان هو غير متزوج لو كان هو مرتبط مثلا آآ ممكن تكون سوق اخلاق او معاملة زيئة من الزوجة لأهل الرجل. كمان الكوب المتسخ برضو من الرموز اللي بتطلع على آآ سوق الخلق وعلى فساد الدين آآ الخاص بآآ امرأة سواء كان متزوج او كان آآ مرتبط. شرب مية آآ متسخة في كاس متسخ للأسف من الرموز برضو اللي بتطلع على ازمة صحية ممكن يمر بيها الرأي. والعكس بقى لما يشوف انه بيشرف في كاس نديف فمن الرموز اللي بتطلع على ارتباطه بآآ اآآ اآ 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 كمان لو كان في توطر او كان في قلق آآ آآ في من ناحية الاهل او من ناحية المعارف فمن الرموز اللي بتطلع على انتهاء. شرب آآ في كاس نديف من الرموز اللي بتطلع على استقرار في حياة الرأي الزوجية وبشارة بالسعيدة. آآ كمان الغسل الكوب مرضو من الرموز اللي بتطلع على توبة للرأي. وعلى بعده عن آآ زنب او عن آآ معصية. الفتاة العزباء كمان لما تشوف ان هي بتشتري آآ آآ كاسات جديدة فدي بداية جديدة في حياتها آآ بشرط ان هي زي ما قلنا تكون الكاسات دي نديفة وما تكونش فيها آآ يعني اي قصور او ما تكونش فارغة. آآ كمان شراء الكاسات آآ من الرموز اللي بتبشرها بالزواج. آآ آآ اما شراء الكاسات المصنوعة من البلاستيك فللأسف احيان بتدل على خيبة آآ آآ آمل. الكاسات او القبيات المقصورة للفتاة العزباء برضو من الرموز اللي بتدل على آآ آآ فشل او على قلق او خوف آآ من امر معين. القبيات المرصوصة قدامها لما تشوف ان في قبيات او كاسات مرصوصة قدامها فبيكون برضو بشارة لها بالزواج. آآ بقدوم مناسبات آآ مفرحة. اهداء الكاسات برضو زواج. اما الكاسات الغير نظيفة فاحيانا بتدل على مشاكل او متاعب. لما تشوف ان هي غسلتها فبيكون بشارة لها بالفرج. بشارة لها بخلاصها من هم او من حزن. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الكاسات او القبيات فبيكون بشارة لها بالحمل. آآ لما تشوف الكبيات اللي نظيفة فدي سعادة واستقرار في حياتها الزوجية. والعكس لما تشوف الكبيات او الكاسات المتسخة او المقصورة فللأسف بتدل على مشاكل او خلافات آآ ممكن تكون آآ آآ يعني آآ يعني تكبر وتؤدي للانفصال. المرأة الحامل كمان لما تشوف الكبيات الفرغة اللي ما فيهاش حاجة فللأسف آآ من الرموز اللي بتدل على قلق شديد آآ على صحة الجنين. برضو لما تشوف ان معايا كوباية وكوباية دي اتدلقت اللي الحاجات اللي فيها فبردو من الرموز اللي بتدل على آآ على صحة الجنين فعليا ان هي آآ تحذر. اما الكوبيات الجديدة والنديفة فدي برضو آآ سعادة وآآ فرحة ونجاتها آآ من آآ آآ ازمة آآ صحية كانت آآ بتمر بيها. ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الاكواب او برؤية الكسات آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.